تداعيات الأزمة الأفغانية لا تزال تشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي وسط مخاوفا من ارتفاع مستوى الهجرة إلى أوروبا التي تعاني أصلا من الهجرة غير الشرعية هذه التداعيات وصلت أيضا إلى إيران التي تواجه هي الأخرى أزمات داخلية وخارجية وتدهورا اقتصاديا فبات النظام الإيراني يحذر المجتمع الدولي من موجة هجرة أفغانية كبيرة ألاف اللاجئين الأفغان يحاولون عبور الحدود إلى إيران بشكل يومي يجب تقديم المساعدات للأفغان للبقاء في بلدهم قوات حرس الحدود الإيرانية أشارت هي الأخرى إلى أن اللاجئين الأفغان الذين يدخلون إيران هربا من حركة طالبان يعدون العدة للوصول إلى أوروبا مشيرة إلى أن إيران باتت تستضيف على أراضيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ أفغاني إذا لم يستقر هؤلاء المهاجرون في إيران فأين سيذهبون؟ أوقفنا وأعدنا أشخاصا من حدودنا مع تركيا وفي محاولة للحد من هجرة الأفغان تعمل الولايات المتحدة بالتنسيق مع المنظمات الأممية والمفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين على مساعدة الأفغان الراغبين في مغادرة بلادهم خوفا من بطش طالبان بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومطالبة الحركة بفرض الأمن وطمأنة الأهالي اشتركوا في القناة